تواصل الدولة جهودها من أجل مواصلة النهضة العقارية التي بدأتها منذ عام 2014 وذلك في إطار جهودها لإقامة دولة عصرية حديثة وأكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن تجربة مصر الرائدة في مجال التنمية العمرانية والحضرية تعتبر فريدة من نوعها المزيد والعرض التالي والزميل رجاء رمزي أهلا بكم شهد العام 2023 استمرار الجهود من أجل مواصلة النهضة العقارية التي بدأتها الدولة منذ العام 2014 الأمر الذي أدى إلى أن تكون التجربة المصرية العمرانية محطة أنظار الخبراء في مختلف دول العالم قطاع الإسكان قطاع حرصت فيه الدولة على تكثيف العمل على مختلف المحاور في آن واحد مثل محاور الإسكان الاجتماعية المتميز والفاخر وكذلك طرح الأراضي التي تناسب مختلف الفئات المجتمعية واستمرار العمل على المبادرات التي لاقت قبولا واسعا من المواطنين ومنها مبادرة بيت العائلة كما حرصت الدولة على إنجاز الأعمال في ملف المرافق ومياه الشرب وصرف الصحي ذلك استمرارا لتحقيق النهضة في المشروعات الجارية تنفيذها كذلك تنمية المدن العمرانية الجديدة بالإضافة إلى تطوير المدن القائمة بالفعل على صعيد الاستثمار في القطاع العقاري فقد زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية من خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2023 إذا ما قررناها بنفس الفترة من العام 2022 بنسبة تجاوزت 42% كما تضاعف الإقبال للحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع العام 2023 بلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة بمساحة تصل إلى 3560 فدانة توفر 150 ألف فرصة عمل كذلك بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية أكثر من 76 مشروعا في ثماني مدن جديدة بمساحة تصل إلى 15300 فدان توفر 310 ألاف فرصة عمل أما على صعيد المدن العمرانية الجديدة فقد بلغ عدد المدن الجديدة 61 مدينة بمساحة تصل إلى 2.3 مليون فدان يقتنها حاليا أكثر من 11 مليون نسمة من المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلة المدن الجديدة التي تم بناؤها تضم مناطق صناعية بمساحة تصل إلى 152 ألف فدان حيث يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة وذلك خلال الفترة المقبلة 200 مليار جنيه كل ذلك انعكس على رؤية المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي الذي أكد أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه مصر يعد الأكبر على مستوى العالم ويساهم بشكل كبير في حل الأزمة السكنية التي تعاني منها فئة محدود الدخل بنسبة تصل إلى 60% كما أكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن تجربة مصر الرائدة في مجال التنمية العمرانية والحضرية تعتبر تجربة فريدة من نوعها الأمر الذي حفز اختيارها لاستضافة المنتوذة الحضرية العالمي في دورته الثانية عشر في العام الفين واربعة وعشرين هكذا انتهى العام الفين ثلاثة وعشرين إلا أن العمل لإقامة دولة عصرية حديثة لم ينتهي من خلال تواصل الجهود لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات العملاقة التي تسهم في مواجهة التحديات القائمة فضلا عن المساهمة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية شكرا لكم